رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء في مستهل الجلسة رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبركات بحلول السنة الهجرية الجديدة 1442 هجريا إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية سائلا المولى عز وجل بأن يكون عام خير وبركة على جلالته وسموهما وأن يسود فيه الأمن والخير والرخاء على مملكة البحرين قيادة وشعبا والسلام والاستقرار للأمتين العربية والإسلامية بعدها أعرب مجلس الوزراء عن شكر وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين الذين بادروا بالتسجيل للتجارب السريرية الثالثة للقاح كوفيد-19 مثنيا على الإقبال الكبير على المشاركة في هذه التجربة وهما يعكس الوعي والحرص المجتمعي على دعم كافة الجهود الوطنية للقضاء على فيروس كورونا ويبرهن على ما يتمتع به أبناء المملكة من إحساس مسؤول تجاه الإنسانية من خلال تطوعهم في هذه التجارب المهمة بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الإنجاز الدبلوماسي بالإعلان عن التوصل لاتفاق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مشيدا المجلس بهذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشقيقة بما تم الاتفاق عليه لما من شأنه تعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط وفتح آفاق الاستقرار في هذا الجزء من العالم وفي سياق متصل فقد استنكر مجلس الوزراء التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي لا تصب في صالح استقرار المنطقة فضلا عن كونه تدخلا مرفوضا في شأن داخلي وقرارات سيادية خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها من جانب آخر فقد أدان مجلس الوزراء بشدة استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا المجلس تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وقوفها التام إلى جانبهم ضد أي تهديد يطال أمنها واستقرارها فأمن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن إدانته للانتهاكات التركية على سيادة العراق بالقصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية لما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة العراق وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين مؤكدا المجلس على ضرورة احترام كامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي وقد أدل سعدة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما هي لي أولا وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اعتماد هيكلين تنظيميين الأول للمستشفيات الحكومية وذلك باستحداث منصب رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وتتبعه ثلاث إدارات والثاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك باستحداث منصب رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس أمناء المراكز الصحية الأولية وتتبعه ثلاث إدارات ثانيا استعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية التي عكست أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين حتى شهر يوليو 2020 والتي أظهرت تحسنا ملحوظا في أداء عدة قطاعات خلال شهر يونيو ويوليو 2020 وذلك بعد تراجعها منذ شهر فبراير الماضي حيث أظهر التقرير الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تحسن مستوى المبيعات لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات فيروس كورونا فقد شهد نشاط تجارة بيع التجزئة لاستلع غير الأساسية تحسنا ملحوظا عكسه ارتفاع المبيعات الشهرية بنسبة 12% و28% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي وزيادة مبيعات أنشطة المأكلات والمطاعم بنسبة 9% و15% كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموا ملحوظا خلال ذات الفترة في قيمة الصادرات وذلك بنسبة 2% و12% في شهري يونيو ويوليو على التوالي وارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي كما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد بنسبة 91% و4% بينما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59% و7% خلال شهر يونيو ويوليو 2020 على التوالي إلى جانب ذلك أظهرت المؤشرات الاقتصادية زيادة في عدد المعاملات العقارية بنسبة 55% و19% في شهري يونيو ويوليو في حين ارتفع عدد رخص البناء الصادر بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزا بذلك معدلات العام الماضي لنفس الفترة ثالثا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحات التنفيذية لقانون البلدية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 وذلك لجعلها منسجمة مع أحكام المرسوم رقم 50 لسنة 2019 بعادة تنظيم شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بما يتوافق مع إلغاء إدارات الخدمات المالية والإدارات وإدارات الخدمات الفنية في كل بلدية من البلديات وأمالة العاصمة واستبدالها بوحدات إدارية وفنية وذلك في ضوء المذكر المرفوع لهذا الغرض من اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة رابعا تابع مجلس الوزراء تنفيذ الالتزامات الطوعية لمملكة البحرين وفق المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتوصيات التي تلقتها المملكة خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة ومنها إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال المذكر المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية حيث وافق المجلس على خطة وزارة الخارجية بعقد عدد من ورش عمل تمهيدا لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان خامسا تابع مجلس الوزراء سير العمل في 91 مشروعا تنمويا قيد التنفيذ بكلفة 413 مليون دينار في ثلاثة قطاعات هي الطرق والصرف الصحي والمباني بزيادة بنسبة 54% عن كلفة المشاريع التي تم تنفيذها خلال ذات الفترة من العام 2019 فيما استعرض مجلس الوزراء من خلال المذكر المرفوعة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المناقصات التي أرسيت خلال النصف الأول من العام الحالي وعددها 35 مناقصة بقيمة حوالي 48 مليون دينار و44 مناقصة طرحت بقيمة حوالي مليون ومئة ومليونين دينار بزيادة بنسبة 37% عن المشاريع التي طرحت خلال النصف الأول من العام 2019 سادسا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بتخصيص وحدات سكنية لأهل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية وذلك لتحققها من خلال المشاريع الإسكانية التي نفذت في البداية والجسرة والهملة ومدينة سلمان سابعا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والذي تحقق من خلال القرارات التي صدرت لتعليق الدراسة وإيقافها حتى إشعار آخر ثامنا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن إبعاد المحاجر الصحية لمرضى لمرضى الكورونا عن المناطق السكنية والذي تحقق من خلال متابعة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا تاسعا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لفتح باب التطوع للأطباء والممرضين الباحثين عن عمل أو المتقاعدين والمسعفين لمواجهة فيروس كورونا لتحققه بالفعل من خلال الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن عاشرا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتوفير ملابس واقية من العدوى والكمامات الخاصة للأطباء والعاملين في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علما بتقرير سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بنتائج مؤتمر أولوية الشباب العربي الأول والذي عقد مؤخرا ترجمة نانسي uma